إنسانيتنا يجب أن تكون هي الأساس في سياستنا ومصالحنا الوطنية ويجب أن نعمل من أجل بناء عالم يسوده العدل والازدهار ويمنح لكل إنسان فرصة للعيش بكرام ألتزم اليوم أمامكم بأن أكون صوتاً من لا صوت له أن أقف مع أولئك الذين يسعون إلى تحقيق العدالة ومناصفة الذحايا أينما وجدوا في العالم